موسيقى تقول الأخت إذن قضية الزواج وأن ولي أمره يرفض هذا الزواج بدون سبب شرعي ويقول هذا الشيء ليس واضح الكلمة بصراحة بحوامة بصوامة والله ما معروف المهم أن السبب غير معروف وهل يوجد في هذه المسألة لكي يقع المتحبان حل هل يوجد حل في الحرام والله يشوف يا أختي الواضح أنه أخت اللي سأل من نزيدنا طبعاً لأن هذا من أوراقنا باختصار لا يجوز شرعاً للأب أو لولي الأمر إن كان غير الأب الجد الأخ الأكبر إن كان كذا لا يجوز له أن يمنع موليته من الزواج بمن ترضى وتحب إن كان ما فيه اعتراض شرعي عليه إذا حبت الزواج واحد خمرجي سكرجي تاجر حشيش تاجر مخدرات مجرم سير كله بطل طبعاً يجب أن يمنعها الدمر حالك والدمر ذريتك تأخذي واحد زي هذا لكن واحد مرضي في خلقه مرضي في دينه ممكن ما يكون جذا مال ممكن ما يكون جذا حيثية كبيرة في المجتمع متواضع بس على خلق وعلى دين وهي حبة وهي مرتاحة إلي قد يكون يعني دفعتها في الكلية في المدرسة ابن عمها جارها بتعرفه بطريقة معينة يحرم على هذا الولي أن يمنعها أن يمنع موليته من أن تقترم بمن تحب هذا حقها لا تستطيع تتصرف وإلا تقع في إثم كبير في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكر لرسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام يتيمة قالوا يا رسول الله إن عندنا يتيمة غلبان هذا بدنا نتقل الله فيها لنا يتيمة طيب وخطبها إثنان أحدهما فقير والآخر غني وهي تحب الفقير ونحن نحب الغني قال زوجوها بمن تحب النبي مباشرة ما في عنده تردد زوجوها بمن تحب لم يرى للمتحابين مثل الزواج يعني الأخت أحسنت لما قالت لكي لا يقع في الحرام بما أنه في بينهم حب وعشق حقيقي كيف أنت تكسر قلبين وتمنع اجتماح هذين القلبين والله من أعظم الجرم عند الله من أعظم الإثم إياك أن تفعل هذا أنا هذا أحكي لكل أب ولكل أم إياكم أن تفعلوا هذا بأبنائكم وبناتكم بخصص البنات المكسورات لو لا تبقى لابدهم إياه الزوجة اللي بدأ أكيد يعني ولد هذا تعرف بس البنت المسكينة هذه تقوّع عليها ممنوع شارعا لا يجوز واضحة المسألة هذه إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر